الآن لا يزال هناك صمت مدوي لدى الجهات التي من المفترض أن تعلن من قبل حزب الله عن مصير قائده العام حسن نصر الله طبعاً كان هناك عنوان لافت لصحيفة الأخبار صباحاً ذكرت فيه استهداف نصر الله ولكن لم يذكر مصير نصر الله الذي قاد حزب الله وكان أمينه للعام منذ عام 1992 ما يتداول الآن على الجروبات أو على وسائل التواصل هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي وسط صمت أو عدم تعليق من قبل حزب الله طبعاً الآن نتركب ما الذي سيحدث على الأرض في حال أعلن حزب الله عن فعلاً مقتل نصر الله هل سيكون هناك غضب يترجم بأعمال ما أو شغب على الأرض من قبل مناصرين حزب الله أو أن حزب الله سيرد بطريقة أقوى على الشمال الإسرائيلي أو أنه هناك أيضاً تخوف من أن تكون كل تلك عمليات الإغتيال وإضعاف حزب الله إلى هذا الشكل هذا الأمر سيؤدي إلى تواغل بري وقد يؤدي أيضاً إلى اجتياح نحن الآن نتركب السيناريوهات القادمة بعد الإعلان من قبل الإسرائيليين عن مقتل حسن نصر الله ترجمة نانسي قنقر